السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف العاشر الوحدة السابعة الدرس الثاني قانون الجيب الجزء الأول سوف نتعلم في هذا الفيديو استعمال قانون الجيب لإيجاد طول ضلع في مثلث المفهوم قانون الجيب صفحة 162 للتنويه هنا عزيز الطالب سنرمز للزوايا بالحروف كابتال لترز أما الأضلاع سنرمز لها بالحروف سمول لترز والآن لنعود إلى مفهوم قانون الجيب في أي مثلث ABC إذا كانت أطوال الأضلاع ABC تقابل الزوايا ABC على الترتيب فإن قانون الجيب يربط جيب كل زاوية بطول الضلع المقابل لها أي أن سين الزاوية A على طول الضلع المقابل لها equals سين الزاوية B على طول الضلع المقابل لها equals سين الزاوية C على طول الضلع المقابل لها أما الآن مثال 2 صفحة 162 في المثلث XYZ أوجد طول الضلع YZ ثم قرب الطول إلى أقرب جزء من عشرة الحل نلاحظ عزيز الطالب من خلال الشكل المجاور أن قياس الزاوية Z وطول الضلع المقابل لها XY معلومان كما نلاحظ أيضا أن قياس الزاوية X معلوم ولكن طول الضلع YZ غير معلوم إذن سنقوم باستعمال قانون الجيب لكتابة معادلة لنتمكن من إيجاد طول الضلع YZ الآن قانون الجيب سين الزاوية Z over XY equals سين الزاوية X over YZ وبالتعويض سنحصل على سين الزاوية Z over YZ وهو الضلع المجهول وبالضرب التبادل سنتوصل إلى أن YZ equals 7 times sine الزاوية 51 degree over sine الزاوية 77 degree والآن سنقوم باستخدام الآلة الحاسبة لإيجاد الناتج للتذكير سنقوم عزيز الطالب بعرض الآلة الحاسبة لنتمكن من إيجاد الناتج في البداية سنقوم بالضغط على إشارة fraction ثم نكتب سين الزاوية 51 degree over sine الزاوية 77 degree لنحصل على الناتج الذي يظهر أمامك وللتذكير الناتج يجب أن يكون مقربا لأقرب جزء من عشرة لنحصل على YZ تساوي تقريبا 5.6 أما الآن حاول أن تحل صفحة 162 الجزء الثاني في المثال 2 أوجد طول الضلع XZ إلى أقرب جزء من عشرة وهذا هو الشكل المتعلق بالمثال 2 لا تنسى عزيز الطالب أن تقوم بإيقاف الفيديو لتتمكن من الإجابة أما الآن سنقوم بعرض الإجابة الخطوة الأولى سنقوم بإيجاد قياس الزاوية Y لماذا عزيز الطالب؟ نعم لأن المطلوب إيجاد طول الضلع XZ وهذا الضلع يقابل الزاوية Y إذن لابد من إيجاد قياس الزاوية Y ولكن كيف؟ نعلم عزيز الطالب أن مجموع قياس الزاوية أي مثلث يساوي 180 ديجري إذن Major Angle Y equals 180 ديجري بين قوسين 51 ديجري plus 77 ديجري إذن Major Angle Y equals 52 ديجري أما الآن الخطوة الثانية سنقوم باستعمال قانون الجيب لكتابة معادلة وإيجاد طول الضلع المجهول XZ إذن ساين الزاوية Y over XZ equals ساين الزاوية Z over XY وبالتعويض سنحصل على ساين الزاوية 52 ديجري over XZ وهو الضلع المجهول equals ساين الزاوية 77 ديجري over 7 وبالضرب التبادلي سنحصل على أن XZ equals 7 times ساين 52 ديجري over ساين 77 ديجري وباستعمال الآلة الحاسبة سنحصل على الناتج وللتذكير يجب أن يكون الناتج مقرب إلى أقرب جزء من عشرة لينتج معنا أن XZ تساوي تقريبا 5.7 للتذكير واجب صفحة 165 موسيقى موسيقى موسيقى